اشتركوا في القناة في تجارب فشلة لكن بقى احنا اول ما بنفشل في تجربة بيبقى عندنا عقدة عقدة الفشل فعدت التجربة والجرحت فيها او مريت بتجربة صعبة بعد ما بتخلص اول ما باجر طابة تاني بيبقى عندي عقدة طب انا هفشل تاني طب انا يعني حياتي اللي جاية هتبقى زي اللي فاتت طب انا هعرف احب تاني طب انا هعرف ادي مشاعر تاني وتفضل اسئلة كتير يا اوه في بالنا على اللي جاي طب اول ما ببتدي ارتبط ليه دايما الحاجات الصعبة اللي انا شفتها والمشاكل السلبية والمشاكل الصعبة اللي انا شفتها في تجربتي اللي فاتت ليه فجأة بلاقيها في علاقتي اللي موجودة دلوقتي ليه دايما بفتكر الوحش تعارفين العقدة دي حتى لو لما بييجي الشخص المناسب انا ممكن انا اللي بقيدي اخلي علاقتي فشلة بسبب مخوفي وبسبب فشلي في العلاقة اللي قابليها على فكرة هو انا ممكن ما اكونش يبقى فشلة في العلاقة اللي قابليها يعني ممكن يكون هو الشخص السيء في الرواية وممكن اكون انا وممكن نكون احنا الاتنين كنا كويسين بس مش عارفين نتفاهم مع بعض يعني دايما لما حد بيخرج من علاقة دايما بيفضل يبستف في نفسه يعني بشوف دايما البنات انا اللي كنت غلط انا اللي كنت معطاقة زيادة انا اللي حبيته اكتر انا اللي اديته اكتر وتفضل تجلت في نفسها طول الوقت عشان تحس ان الفشل ده كانت هي السبب فيه ودايما يقولك ايه دايما الشخص المناسب بيجي في الوقت الغير مناسب يعني انت بعد ما مرتي بالتجربة وبعد ما حسيتي بالفشل وبعد ما معيشتي اجواء كتيرة جدا صعبة لو جي بقى الشخص المناسب يعني يا حرام بنبتدي بقى ايه اني مارس عليه كل الالعيب النفسية اللي انا شفتها في العلاقة اللي فاتت او في التجربة الصعبة الفشلة اللي فاتت فاول حاجة بمارس عليه كل عقدي فبيبتدي ممكن يكون هو الشخص فعلا كويس بس انا اللي عندي مخاوف وعندي مشاكل نفسية بطلحها في العلاقة الجديدة في نفس الوقت طول الوقت المخاوف دي ما بتخلنيش احس او استمتع بمتعة العلاقة النضيفة الحلوة اللي ما فيهاش مشاكل نفسية يعني ممكن ما يبقاش الشخص طاكسك ممكن يبقى طبيعي جدا بس انا طول الوقت اللي انا شفته في اللي فات فبطلعه عليه هو فاسئلة كتيرة جدا ازاي اتخلص من مشاكل النفسية في اي علاقة فشلت فيها زمان الكلام ده مش بس للستات الكلام ده كمان للرجالة لما بتخد كذا تجربة وبتحس ان انت ما نجحتش فيها فبتبقى فيه ضحية يعني تبقى البنت كويسة اللي بعدها بس بتبقى ضحية ان انت بتمارس عليها كل عقدك النفسية وكل الحاجات الصعبة اللي انت شفتها في علاقاتك اللي فاتت اسئلة كبيرة جدا ازاي يعني انا النهاردة جاية مخصوص عشان انا وانت وانتي كل اللي بتفرجوا علينا ازاي اتخطى اي فشل شفته زمان في حياتي ازاي استمتع بحياة اللي جاية ازاي ما اطلع الشعقة دي وكل الحاجات الصعبة اللي انا شفتها في اللي فات في اللي جاي لان طول مانا خايفة طول مانا متعقدة طول مانا شايفة كل حاجة لا 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 ده هيعمل كزا ده مش هنرد علىيا ده هيسوي كزا ده هيسيبني ده هي فكل المخاوف دي بتخليني ماشوفش الصورة صح بيبقى عندي ضباب كده ببقى خايفة طول الوقت ببقى مرعوبة من اللي جاي طول الوقت خايفة من الفقد طول الوقت فالخوف ده ازاي ننهي وازاي نبتدي حياة جديدة حياة صحية حياة مليانة طاقة ايجابية حياة مليانة ثقة بنفسي أكتر وإقبال على الحياة أكتر ده اللي هنعرفه النهاردة مع ضيفي اللي هيكون معنا في الستوديو الدكتور علي سالم أستاذ علم النفس بس قبل ما استقبل ضيفي في الستوديو هيكون معنا من خلال زوم ضيفتي اللايف كوتش سماح حسين إزايك يا سماح سلام خير يا أستاذ عيمان أهلا بيك أخبارك إيه بحييكي عن المقدمة دي يعني بجد في الصميم بحييكي وبحييكي على فكرة الحلقة بجد ساميلي يا رب وهي دي حياتنا يعني إحنا دايما كل حاجة بنمر بيها في الحياة معرفش ليه إحنا ما بننسهاش يعني إحنا ما بنعديش ونفوت لا إحنا أي حاجة بنمر بيها بنجيب القديم ونحطه على الترابيز نجيب القديم ونحطه قدام عينينا فأنا عايز أعرف منك بقى وأخد من خبرتك كده في الحياة كلايف كوتش إزاي أتخطى كل الفشل اللي شفته في حياتي اللي فاتت إزاي يعني عايز أبعده وأبعده عن عيني حتى يعني دايما طول الوقت بيطردني في حياتي طيب خلينا أقولك إحنا عشان نحل أي مشكلة لازم نعرف جذور المشكلة أصل المشكلة دي دايما الشخص اللي بيتعرض وبتخش في تجربة سيئة وبتكسره هو أصلا عنده مشكلة مشكلة من ناحيتين أول حاجة إنه هو ما عندهش مرونة نفسية يعني إيه مرونة نفسية؟ يعني أنا ما عنديش مرونة تقبل الهزيمة ما عنديش مرونة تقبل الفشر ما عنديش مرونة تقبل النقص تقبل أي تغيرات طرقة بتحصل علي كل ده بسبب إن أنا ما عنديش مرونة نفسية الجانب الثاني عندي ضعف إيمان ما عنديش قوة إيمان بإني آه أنا فيه جزء إحنا في حياتنا جزء كبير لو هنقول مثلا 80% إحنا مسؤولين عنه بتصرفاتنا بتفكيرنا بكل حاجة بس فيه جزء قدري ما بقدرش أعمل فيه حاجة ما بقدرش أسيطر عليه وده اللي علمه لنا ربنا مثلا في الحوار اللي دارما بين سيدنا موسى وسيدنا خضر إنه أوقات ممكن يبقى فيه موقف ظاهر لنا أنه هو مؤلم جدا شر جدا لنا لكن هو في الخفى هو خير المركبة خرمت عشان الناس العصابة ما يخطفوهاش الولد الغير صالح مات عشان ما يبهدرش أهله فيه كنز غطين عليه عشان ده موجود مستني الولاد اليتامة لما هيكبره إذن أنا لازم يبقى عندي قوة إيمان بإني فيه جزء في حياتي أنا مش مسؤولة عنه مش هقدر أسيطر عليه عرفت دايما لما أي حد بيبقى موجوع قصادك فدايما تقول لي إيه لعله خير يعني ما يمكن لو أنت كملت معاكة حياتك هتبقى صعبة بس دايما الشخص في الوقت ده وفي اللحظة دي عمره ما بيتقبل إنه هو بعد عن حد بيحبه يعني حتى كمان بتلاقيها أكتر في الفقد لما حد بيتوفى مثلا غالي عليك فمهما تقلك ومهما أنت بتستسلمي للأمر الواقع والقدر والنصيب ونعمة بالله وده قدر ربنا لكن أنت بتبقي موجوعة ما بتقدريش تتخطي الإحساس ده لكن لو في العلاقات العاطفية تعالي اتنين بيحبوا بعض وبعد كم سنة حب وتضحيات وحياة وأحلام بتترسم وأمال للحياة كلها وفجأة الشخص ده يسيبك فأنت بتبقي رفضة أصلا فكرة إن أنا أسمع إن ده قدر لا يعني ليه يبقى أنا وحشة يبقى أنا مدتش في العلاقة كويس يبقى أنا كنت فشلة يبقى أنا حب غير يمكن أحلى مني يمكن أنا طبعي وحش يعني دايما بنحط قدامنا الوحش طول الوقت صحيح صحيح ما هي دي عشان كده بقول لحضرتك فكرك إنه أنا لو عندي مرونة ده مش معناه إن أنا لما هبتعرض لتجربة سيئة إن أنا هدوس على الزرار وهقول لأ أنا تمام لا مش عارف إيه لا مش هيحصل هو بس الفرق ما بين حد هيقدر يتخطى الموقف ده أو لأ هي فكرة زي ما بقول لحريك المرونة إن أنا عمي عندي دايما عندي مرونة في إنه وارد إن أنا فيه تجربة هفشل فيها فأتقبل ده وارد إن أنا فيه حاجة مش هنجح فيها أمشي بس يحصل إيه مشكلتي إنه أنا محتاجة إن أنا في العلاقة دي بعد ما بتخلص أو التجربة دي هبتدي أتعامل مع التعافي خطوة خطوة يعني أبتدي الأول أبص على فكرة إنه أنا خلاص التجربة دي خلصت أنا متألمة دلوقتي فابتدي أدي وقت للألم ده أواجهه أنا تعبانة أنا متألمة ما فيش مشكلة خالص محتاجة إن أنا واجه الألم ده أخذ المرحلة دي أخذها أمشي مع الألم واحدة واحدة لحد ما الفترة دي تعدي بس لازم أنا كمان يكون عندي قوة إنه أقدر أساعد نفسي في إن المرحلة دي تعدي إنه أعمل حاجات كتير مثلا إني أفرغ الغضب ده أتكلم أخذ وقت شوية وبعد ما المرحلة الألم دي بتعدي بعد كده هبتدي أبص أقيم العلاقة هسأل نفسي وواجه نفسي بمنتهى الصراحة هل أنا تصرفاتي كانت غلط هل أنا مسؤولة عن فشل العلاقة ولنفترض أيوة ولنفترض إن أنا قلت أيوة تمام مين فينا ما بيغلطش أي بني آدم بيغلط بس الفكرة إن أنا إزاي بقى هتعلم من الغلط ده ويبقى عندي درس كده هتعلم منه طيب وارد الناس أجاوب نفسي إنه لا أنا ما أصرتش في العلاقة أنا ما أصرتش خالص في العلاقة فهقول طيب ما يمكن فعلا ده بقى شيء قدري أنا مش مسؤولة فأتقبل برضو إنه القدر مش مخلينا أكمل العلاقة هيجيني إجابة السؤال دي وبقى متأكدة بإيماني عشان كده أنا قلت لحضرتك إن فيه جزء كمان لازم يبقى عندي قوة إيمان إنه ربنا مش بيعمل حاجة وحشة بس هي بنحتاج صبر شوي بنحتاج إن إحنا نستنى الإجابة على سؤال أنا ليه ما كملتش معي العلاقة دي مصيرها في يوم الأيام هتجيلي الإجابة دي طول ما أنا عندي قوة قوة إيمان بربنا إنه هيجيلي الإجابة هكتشف بعد كده إنه آه لو كنت كملت العلاقة دي ما كانتش هتبقى أحسن حاجة لو كنت كملت يمكن كنت هنجرح جرح أسوأ بكتير طب سمح أنا أنا عايزة أقول حاجة غريبة يعني دايماً بتواجهنا يعني دايماً الست مثلاً اللي ثابت راجل أو انفصلت عن راجل بخيل تلاقي كل علاقاتها بعد كده وقع في راجل بخيل تلاقي الست مثلاً اللي اتخانت وبتكره الراجل الخان جداً وعمل لها مشكلة وأزمة في حياتها تلاقيها كل الرجال أو مثلاً اللي بيقع عوساتها بعد كده بيبقوا دايماً راجل خان هل دا ليه علاقة بقانون الجذب؟ ولا هل دا ليه علاقة بحاجة نفسية إحنا ما نعرفهاش عشان أنا مركزة إن أنا مش عايزة تاني رتبط براجل خان إن أنا مش عايزة رتبط براجل بخيل يعني ليه دايما الحاجة اللي بنكرهها بشدة بنلاقيها موجودة في حياتنا بشدة معاكي جدا إن فيه جزء منه موضوع الجذب ده جدا إنه من كتر ما أنا بخاف من حاجة بتوتر وبفكر فيها كتير قوي أنا مش عايزة ده يحصل لي فبقع فيه بطبيعي جدا ده جزء جزء تاني إنه أحيانا إحنا بيكون عندنا مشكلة نفسية نقص معين كان عندنا نقص إنه إحنا مثلا فيه أوقات إنه ممكن أكون تربيت في بيت أبي بخير فأنا تعودت على هذه الحالة حتى لو هي حالة مؤذية أنا تعودت وما شوفتش أبي كريم فتلاقيه مثلا لو واحدة عاشت مع أم نرجسية فممكن تبص تلاقيها راحت لواحد نرجسية خلاص هي ما شافتش لأن هي ما عرفتش تدرك المشكلة عشان كده بقول الحريكي إن إحنا كتير دايما بتبقى المشكلة أساسية من وراء لازم نجيبها من تحت كده عشان نعرف إن إحنا بعد كده ما نقعش عشان كده كنت بقول الحريكي إن إحنا لما مهمة قوي إن أنا بعد العلاقة دي ما تخلص أقيم نفسي طب أنا وقعت في الراجل ده ليه طب أنا إيه إيه الخوف اللي عندي إيه النقص اللي عندي اللي بيخليني دايما نروح لهذا الشخص فلما بعرف المشكلة جاية منين بقدر علاجها الواحد فعلا محتاج إن هو يعرف نفسه عشان يبتدي يعرف احتياجاته عشان أعرف أنا برتبط بالشخص ده ليه يعني أنا بشترك جدا أستاذ سامح حسيني للايف كوتش وإن شاء الله تبقى معنا في الستوديو قريب إن شاء الله شكا يا سامح إن شاء الله تحياتي تحياتي نعرف نفسينا ده مهمة قوي ناس كتير قوي بترتبط من غير ما تعرف هي عايزة إيه على فكرة هو من السؤال تافه أو سازج أنا عايزة إيه من الراجل اللي أنا برتبط بيه ده عايزة إيه عايزة عايزة طيبة عايزة بيت عايزة احتواء عايزة سند عايزة إيه يعني أنا احتياجاتي إيه لأن كل الست احتياجاتها بتختلف عن الستة التانية تماما ممكن فيه ستة بتدور على الراجل غني هي عايزة تعيش في غنى وفلوس مش مهم المشاعر فيه ستة تانية بتدور على المشاعر بس أنا عايزة أحب وأتحب فهي مهم إن احنا نبقى عارفين نفسنا من جوه عشان نبتدي نرتبط على وضوح أبقى واضح مع نفسي لأن أنا مطلبش من اللي قدامي أبقى واضح معي وأنا أصلاً معرفش أنا إيه فخلينا نروح لضيف اللي هيكون معاي في الستوديو وهنعرف إزاي نتخطى المشاكل اللي أنا شفتها في حياتي اللي قبل كده عشان حياتي اللي جاية تبقى أحلى ومش معقول بقى أفضل ما كل حاجة كل علاقة أدخل فيها أو أرتبط أجيب كل القديم وكل السلبيات اللي فاتت أروح حطاها عالترابيزة مش هشوف حاجة حلوة بعد كده إزاي نتخطى؟ خليكم معاكم ورجعنا لحضراتكم مرة تانية ولسا مكملين حلقتنا عن تجربنا السيئة أو أي فشل كده معنا أنا ما بحبش كلمة فشل بس يعني حتى لو تجربة إحنا ربنا ما وفقناش فيها أو ما توفقناش في اختياراتنا فيها هنعرف إزاي نتخطى بقى الاختيار السيئ ده أو التجربة اللي أنا ما نجحتش فيها مع ضيفي اللي منورنا في الاستوديو الدكتور علي سالم أستاذ علم النفس دكتور علي أهلا بيك ومنورنا فيه حكا أنا وموضوع تقيل إلى حد الماء يعني ومحتاجين حلول بجد يعني معظمنا واقع في فخ الفشل اللي هو أنا ما نجحتش في ارتباط بفضل أتكعبل واتكعبل واتكعبل ولغاية ما أقول لنفسي لا أنا واضح إن أنا في الارتباط فشلة لا لا أنا مش هارتبط تاني وعلى فكر فيه ناس بتقعد بجد سنين هي حاسة إن الفشل طلع منها هي من جواه وممكن ما تبقاش الحقيقة يعني ممكن أنا وقعت في شخص فاشل أصلا حد توكسيك حد كسر لي ثقة بنفسي حد حسسني إن أنا مش كويسة حد حسسني إن أنا مش جميلة ويمكن دايماً الستات هتلاقي حتة الجمال عندها لو واحد خانا مثلا تقولك إيه ده ده راح لوحدة أحلى مشاكل كتير أو بنشوفها في حياتنا دكتور علي بنفضل عايمين فيها كل ما حاول أطلع من الميا كده وأطلع راسي كده لفوق تلاقي نفسي نختص تاني إزاي نتخطى حتة إن أنا فشلت في حاجة في حياتي هي المشكلة في البداية طبعاً إنه إحنا عندنا قاعدة بتقولك لا يلدق مؤمن من جحر مرتين ده إحنا عشر وعشرين إحنا مرتين دي محتاجة يعني كتير جداً مشكلتنا الحقيقة إن إحنا بنبقى حطين لمت للخطط بتاعتنا يعني إيه يعني أنا سي مثلاً في الارتباط زي ما حضرتك بتقولي أنا بتوقع إن أنا لما بدخل في علاقة إن هي دي أول وآخر علاقة هدخلها صح وإن هي دي العلاقة اللي هتنتهي بالنهاية السعيدة اللي أنا رسمها فيه دماغي وإن هو ده الشخص المثالي بالنسبة لي أو اللي فيه كل الحاجات اللي أنا محتاجها أو الحاجات اللي أنا عايزها أو الحاجات اللي بترجط عليها وبالتالي من غير ما نحس إحنا بنبدأ نرفع سقف التوقعات والطموحات وبالتالي على قدر ارتفاع سقف التوقعات بتاعتنا بتكون الواقعة الواقعة بتكون شديدة جداً هنا بيبقى فيه صعوبة في أن احنا نرجع ندخل فيه القصة دي مرة تانية لأن أنا ببدأ خلاص يتكون عندي حاجة بنسميها التروما أو الصدمة بقيت تتصدم في الناس طب دي قصة ممكن تكون استمرت سنين وشخص بنا تجارب كتيرة وبنا ذكريات وبنا وما كنتش أتخيل أبداً أن يحصل أو نوصل لأن النقطة ديت خلينا نقول أنه المكاسب والخسائر عملية نسبية يعني هي عملية نسبية يعني المكسب بالنسبة لي ممكن يكون حاجة عادية جداً بالنسبة لحضرتك والخسارة بالنسبة لي ممكن تبقى حاجة برضو بالنسبة لك شيء عادي أنت مخسرتش حاجة ولذلك بنقول المكسب والخسارة هي عملية نسبية بتختلف من شخص للتاني وبتختلف لدى نفس الشخص من مرحلة للتانية يعني أنا ممكن أخسر حاجة وأنا شاب أعادي بالنسبة لي إنما لخسرتها وأنا كبير مش عادي صعب أنا خسرت في أول العلاقة بعد شهرين ثلاثة من العلاقة العلاقة بازد عادي جداً إيه المشكلة طب خسرت بعد علاقة ثلاثة أربع سنين إلى حد المصع طب اتجوزنا وبقى في عيال الخسائر هتبقى أكبر ليه الفاتورة أكتر أكتر والضحايا أكتر وبالتالي القرار بيبقى أصعب إن إحنا نتجوزنا نفسياً إحنا نتعامل إزاي مع القصص دي يعني إحنا برضو إزاي الإنسان محطات آه يعني المحطات عامين نركب في القطر وننزل في المحطة دي ونتخبط وبعد كي نركب المحطة اللي بعديها أو القطر اللي بعديه ألاقيه موديني في حتة مش بتاعتي فأبتدي أرجع تاني وبعدين أبتدي أسمع بقى كل إيه السوشال ميديا انزل بسرعة من القطر بدل ما يوديك معرفش مشوار محطة غلط وبعدين كل شوية اللي هو وإيه المشكلة لما حط في دماغك حط في دماغك إن مش أي علاقة هتدوم أكيد يعني إزاي أنا أجي أرتابط بشخص وأنا حطة في دماغي إن العلاقة دي مش هتكمل طب أنا إزاي هدي بالقلبي وهبقى خايفة طول الوقت مستنيها النهاية إمتى هي الفجرة لا تتحسبش كده هي أنت قاب تبقى فير في العلاقة تبقى ماشي بالنية إن العلاقة دي هتستمر وإن أنت هتدي فيها بس تبقى واخد بالك كويس جدا إنه احتمال احتمال إنه يحصل شيء سيء شيء خارج عن الحسبان يعني دايما نحط توقع مش هنقول الأسوأ ولكن نبقى فيه جزء كده اللي هو نسميه إيه الاحتمالات الاحتمالات دي بتحميك على المستوى النفسي وبتحميك قدام كمان من قرارات ممكن هتبقى صعبة لكن احتمالات إن الشخص دي يتغير أو إن يحصل تغيرات فيه العلاقة ما بيننا مشكلتنا في العلاقات بالذات إنها بتقوم على بعد واحد وهو بعدها عاطفة وهو ده اللي بيود الدنيا في داهية يعني إحنا دايما يعني إحنا حتى يمكن عندنا مشروعات كتيرة دلوقتي بنأهل بها الشباب المقبلين على الزواج نقول لهم أول حاجة في بداية علاقة ناجحة خلي قلبك على جنب طب إزاي أنا هقول لك إزاي إزاي أنا أقتنع وأطنع بنت أقول لها إيه خلي قلبك على جنب طب أنا إزاي هدخل أرتبط وأنا عايز أحب يعني مع القلب اللي بيحرق إحنا ليه بنقول خلي قلبك على جنب ألوها حكمة زمان جماعة كمار في السن مريضة الحب عمية عمية دي مكسورة خلاص إحنا بقى بندرس الكلام ده بشكل علمي للطلبة في الجامعات كعلم علم النفس نقول لهم لا تسق في الحواس لأن الحواس بتاعتنا خداعة مريضة الحب عمية زي ما قالوا الجماعة لأهلنا البسطاء فعلا ليه لأنها بتضخم بتضخم الجبيات البسيطة أيو وتقلل أو تهون السلبيات الضخمة على فكرة دي حقيقة إزاي بقى يعني قال لي كلمة مش لطيفة عديها يا عمي ده بيحبك ده بيخاف عليك ده معلش ماء طب هو أناني طب هو ما بيفهمنيش طب بس أنا بحبه الخلاصة في النهاية إن الحب بيغلي في كل ده المشاعر بتطغى وبالتالي القرارات العقلانية بتبقى بعافية شوية نلاقي اتنين مخطوبين بينهم مشاكل مش متفاهمين بيعتمدوا على عنصر واحد اللي حتى بنحب بعض طب زي الفل ماشيين في القرار هنحب هنكمل آه طيب تعالوا تجوزوا القلب يقوم واخد أجاسة آه والعقل يشتغل والعقل يقضى على الكنبة زي ما احنا عاديين كده وعقل بقى يشتغل بقى تعالوا لي عقلك كان فين بقى لما كان بيحصل وكان بيحصل وكان بيحصل وكان بيحصل يبدأ هنا مسألة الإحساس بالفشل وده اللي احنا بنتكلم فيه النهاردة هي فكرة ايه بقى إنه العلاقات الإنسانية أيما على مبدأ المكسب والخسارة أنا النهاردة جيت ليه الحلقة في مكسب صح؟ في خسائر أنا سبت بقتي وسبت بيتي وربما كان بس أنا شايف أناك علي إن وجودي في الحلقة في الوقت ده مكسب يطغى على الخسائر اللي أنا خسرته نفس القصة في الجوازات نفس القصة في العلاقات نفس القصة في الشغل نفس القصة في أي حد قاعد ورا الكاميرا هنا هو ليه موجود هنا في مكاسب وفي خسائر لو حس أي طرف مننا في المكان ده إن وجوده في المكان الخسائر فيه أكبر من المكاسب مش هيبة موجود ودي قصة العلاقات وده سيناريو العلاقات الإنسانية يعني إحنا أول ما نبتدي في أي علاقة دكتور علي المفروض إن أنا أحسب ورق أو قلم ورق أو قلم أحط كده خانة المكاسب الخسائر وقع بقى أنت كده أنا لو استمرت في العلاقة دي لو أنت لسه بدق مكاسبك إيه طب لو أنت بدق بقى لك فترة مكاسبك إيه طب أنت لو ست وتجوزتي وبقى فيه أولاد وارد تخسر جزها في المستوى العاطفي بس كسبت بيتها وولادها علشان كده بنشوف جوازات كترة جدا مستمرة في حالة طلاق عاطفي بنسميه فصال عاطفي مش طيقين بعض مفيش تفاعل مفيش حب مفيش لغة اتصال بينهم بس هو مكمل لسبب وهي مكملة علشان فيه مكاسب تانية بقى فيه بيت بقى فيه أولاد بقى فيه بس أنا هحسبها إزاي يعني أنا دلوقتي أحسبها إزاي إيه بقى المكاسب أنا دلوقتي هو كاسب اللي المفروض أكتبها يعني أنا المفروض عايزة إيه من علاقة ارتباط غير إن أنا أحب وأتحب وأتجوز وأعيش في أمان وسند وسعادة أنا أحسب إزاي المكاسب بتتحسب إزاي دي حاجات نفسية ده مين بقى اللي قالي الكلام ده أنا حضرتك أنا إيمان مختار أولت الكلام ده إيمان فقط إنما علي ورد يكون ليه مكاسب تانية سين صادعين ورد يكون ليه مكاسب تانية عشان كده أنا بدأت الحلقة وقلت المكسب والخسارة هي مسألة نسبية مكاسبي في أي علاقة مش شرط تكون مكاسب بالنسبة لشخص تاني يعني إحنا ممكن نيجي نقول إيه وأنتي عايزة إيه من الدنيا ما انتجوزك بيشتغل شغل كويس وأولادك ما شاء الله كويسين ونجحين وبيتعلموا تعليم كويس ده أنا اللي بحكم مش هي هي اللي في الموقف بالنسبة لحضرتك مثلا الحب والاهتمام رقم واحد أنا لو ما لقيتش في العلاقة ده أنا همشي حد تاني لا البرستيج رقم واحد حد تالت النواحي المادية رقم واحد في حياته حد رابع يلغي كل ده والنواحي الشكلية رقم واحد في حياته فكل واحد بيحدد المكسب والخسارة وفقا لي منظوره وهو وفقا لي هو محتاج إيه دايما عشان كده ما نقدرش نقول إنه أنا هاعد أكتب والله واحد اتنين تلاتة اربعة فده ده لو أنا قلت كده بقى رجل مش متخصص لي لأنه بقول وجهة نظري أنا الشخصية اللي قد لا تنطبق على كل الناس اللي قاعدة بتسمعنا دلوقتي إنما بنقول كل واحد من اللي قاعد يسمعنا لو هو عايز فعلا يقيم أي خطوة في حياته شغل جواز ارتباط وتفر أيا كان امسك ورها وقلم ويكتب فيها كده الفوائد أو المكاسب والخسائر هقدم إيه مقابل إيه أي حاجة تطلع معاك المعادلة دي في النهاية مكاسبها أكتر من خسائرها اعرف إن انت غالبا هتاخد قرار لاستمرار المشكلة بقى بتحصل فين لما بنخش وناخد القرار ونستمر وبعدين نبدأ نكتشف إيه الحقيقة الحقيقة إنه وارد المكاسب تقل والخسائر تزيد لو اللي اتنين في بالانس بينهم يعني أنا ممكن أكون موجود في علاقة مكاسبها قد خسائرها يعني تمشي تتزق يعني ينزقها خمسين خمسين تمشي المشكلة بقى لما الخسائر تبدأ تعم تبدأ تزيد أي علاقة خسائرها تزيد اي دي للأسف الانسان مشا Hair期ружار يستمر فيها معي المشكلة إن أنا ممكن أعزبها صح يعني لو قدرنا نقول إنهائحنا ممكن نحسبها صح يعني أنا ممكن أعزبها صح إن أنا إيه الخسائر إيه الشخص اللي قدامي ده ممكن إيه كويس فيه لكن أنا ممكن أحسبها بدمير مع نفسي صح لكن اللي قدامي ممكن يبقى داخل على مصالح تانية خالص وأهواء تانية خالص وبيقنعني بالعكس يعني فهنا برضو بيحصل خلل لأن مثلا تيجي كل بنت مجروحة أو أي ست موجوعة تقولك إيه ده كان بيقول لي أنت حب عمري ده كان بيقول لي أنت اللي كان فيك كل المواصفات اللي أنا بدور عليها ده أنت اللي كنت بأحلم بيك ده أنت هداية ربنا ليا في الأرض الكلام ده بيأثر في الستات فأنا زنبي إيه إنه هو داخل بيكذب من البداية فأنا بتديت أحسب حساباتي على نفاقه كده رجعنا برضو للنقطة إنه إحنا رجعنا للمشاعر أنا بس معه ما هي العلاقات مشاعر يا دكتور علي لغة الأفعال أقوى لغة الأفعال دايما أقوى ولذلك بنقول دايما المصدرة اللي تقيم بيها تحركاتك وعلاقتك بعد ناس مش كلامهم أفعالهم هم بيعملوا إيه يعني هم نشوف ناس بتخش يعني في الجامعات مثلا بشوف شباب بيحبوا بعض يقضوا بعض ثلاثة أربعة سنين وهبوا أول ما نيجي للجاد يقول لك وعليش مش عايز أظلمك معايا أنا لسه عندي جيش ولسه 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 وهب أم فلسعة وخالع فإحنا هنا بنتحك على بعض عندنا معدلات طلاقة رهيبة جدا في مصر ليه برضو علشان حمشين وراء عواطفنا آلية الاختيار عندنا فيها كارثة كبيرة جدا إحنا بقى هنرجع لآلية الاختيار دي لاني دي برضو مهمة قوي وهي دي سبب مشاكلنا كلها في الحياة بس هنروح فاصل ننزل الشارع نشوف إيه رأيي الناس في موضوعنا نهاردة ونرجع تاني لدكتور علي ساليكم معي هي حصلت مرة فعلا كالتالية مرة يعني أصرت عباد بالسلب وقال بالموجب برضو يعني هي الواحد استفاد منها استفادها مثلا أنه مبقاش أمن على كل حاجة بكل حد مبقاش أمن أنه مثلا يدي أمنة كلها الحد أو يدي الحب بكل الحد ويرجع تاني يتخزل منه أو كرع أو يسايف وخز باية أيها فعلا مغرب تجربة عطفية بجده أصرت عليها بالإجاب طبعا إن فاش تجربة أصل على الإنسان بالسلب التجرب بتعلمنا الصح ما بترجعنا الشورة بتطلعنا لقدام أهلا كانت تجربة إيه عطفية أو غير عطفية لازم طلعنا لقدام طبعا أي إنسان بيمروا بتجربة عطفية كتير مثلا ممكن الحب مثلا إنسان بيحب حد وافتقدو فأكيد بيأثر عليه معظمنا مر بمواقف عطفية ممكن تكون أثرت علينا بالسلب يعني ممكن لو أثرت علينا خلينا ممكن ما نستققش في بعض الناس بعد كده خلينا مش عارفين ناخد قرار صح وتساقق بممكن تأثر بالإجاب يعني الواحد ممكن يركز مع نفسه إنه ينجح لإن ما فيش حد ممكن يحبك غير لو أنت نجح لا شايف إن أنا أستفيد منها يعني أختار البشر صح أختار الناس صح أختار إن أنا مثلا أحدد الشخصات اللي قدامها لي يعني تحترم حب لها أو تحترم اللي هو إن أنا أمنها على حياتي وشخصيتي ودنيتي ولا لا بنستفيد منها إنه نتدرك الأخطاء اللي إحنا نقع فيها بعدين لازم في المستقبل إن الإنسان لا يتعلم إلا إذا وقع في الشيء أو إذا وقع في الأمر أرجعنا لكم مرة تانية مشاهدينا وهنتكلم بقى على طول أنا عارفة إن الوقت بيجري قالت لي اختيار يا دكتور علي يعني إحنا زهقنا من كتر ما بيتقلنا اختياراتكو غلط اختياراتكو سودة إنتي لو اختارتي صح إنتي بس لو كنت اختارتي صح من البداية إنتي مشكلتك إن اختيارك الناس بيت تكره كلمة إنت اختارتي غلط إنت اختارت غلط لإن الاختيار أنا بحس إنه قدري يعني الاختيار ده قدر يعني أنا قابلت فلان فجأة حسيت معاه مشاعر حلوة فأنا ما روحتش اختارته هو جئه صادي في حياتي عموما توجد في الحياة قابلت واحدة في المترو ولا قابلت واحدة وإنت مسافر في المطار أعجبتك كلمته خلاص هو قدري يعني إلا أنت ما بتبقاش حاسب أنت هتشوف مين أو مقرر مين صحيح لكن يعني يختار بقى ليت الاختيار يعني يختار صح طيب لازم نحط كده تصنيفة بنقولها دايما للشباب قبل ما تيجوا تختاروا أو لما تقرروا حط التقسيمة دي أربعة تربع بنقسمه أي شخص في مميزات لا يمكن الاستغناء عنها في عيوب لا يمكن التعايش معها في عيوب يمكن تقبلها في مميزات كان نفسنا فيها بس ما هيش موجودة حط التصنيفة دي أي حد تقابله مميزات في الشخص ده لا يمكن الاستغناء عنها هتحطها في دائرة المكاسب مميزات لا يمكن الاستغناء عنها شوفوا بقى ده زي بختار ركزوا معايا مميزات لا يمكن الاستغناء عنها عيوب لا يمكن التعايش معها لو في عيب لا يمكن التعايش معها مش حقابلو يعني لو الشخص ده فيه العيب ده انا ده خلاص بالنسبة لي اوت نفسي فيها بس يمكن تقبل عدم وجودها يعني انا اه في عيوب زي ما قلت لحضرتك كده لا يمكن ان احنا نتعايش معها وفي عيوب يمكن ان احنا نتقبلها ونعيش معها طيب قليلة الاختيار لما نيجي نبص بقى الاتنين هيرتبطوا أنا أحسب إزاي الاختيار ده يبقى احتمالات نجاحه أكبر من احتمالات فشل أول حاجة بنقولك دايما في ظل رتم الحياة السريع دلوقتي حاول قدر الإمكان يبقى فرق السن بينك وبين الطرف الثاني متقارب من ثلاث لخمس سنين لأن دلوقتي الأجيال الجديدة أزكى بشكل كبير جدا من الأجيال الكبيرة فكل ما كان الجاب أو الفجوة الزمنية بين الاتنين أكبر كل ما مسألة التفاهم الفكري أو الثقافي بينهم هيبقى بعيد شوية فنخلي الدائرة دي قريبة من ثلاث لخمس سنين ده يساعدكم دايما فين يبقى فيه لغة التواصل بينكم على لغة الجيل زي ما بنقول بتاعتكم قريبة من بعضها الحاجة التانية خد دايما من نفس مستوى تعليمك من نفس المستوى الثقافي من نفس المستوى الاقتصادي من نفس المستوى الاجتماعي بتاعك كل ده بيقليلي الفجوات اللي ممكن تظهر قدام مستقبلا ناسب الناس اللي شبهك اللي هما من توبك من نفس عجنتك زي ما بنقول كل ده بيقليلي دايرة الايه دايرة الخلافات أو دايرة المشاكل اللي ممكن تظهر مستقبلا قدام متوقع دايما ان الحياة مش بتدي كل حاجة دايما هيحصل مشاكل دايما هيحصل دروبات هتقع فيها في حياتك خليك دايما مهيئ انه ده جزء من الحياة الحياة ما بتوقفش عندها انما دي مراحل في حياتنا عندنا نظرية كبيرة جدا اسمها نظرية التعلم بالمحاولة والخطأ يعني ان انا بجرب وبقع وبجرب تاني وبقع وبجرب تاني مش معناها اني فشلت معناها ان انا تعلمت اني ماخدش نفس الايه نفس الطريق مرة تانية فلو الانسان حسب خسيره بالشكل دا في العلاقة اللي جاية اوعى بقى تدي مشاعر قوي اتقل بقى كده ويعني ايه خد حد يحبك اكتر فاللي هو برضه افضل اقول اتقل ازاي يعني يعني المفروضة بعايز اقول حاجة ما اقولهاش طب ما دا بيبان يعني بيبان عليك ان انت متردد في حاجة غلط طب وانا لما هرتبط ليه مدام انا مش اقول كلام حلو او مش هبين مشاعري يعني ليه دايما نجاح العلاقة بيعتمد على اكتر حد اتقل يعني انا لو انا اتقل لو انا ما بقولش مشاعر كلام كتير لو انا مش مدلوقة فالعلاقة بتنجح ولا دا كلام اي كلام هنقول المفروض العلاقة تمشي ازاي المفروض العلاقة بين اي اتنين ما ينفعش واحد يدي اكتر من التاني ماذا هنقسها دي بس هنقسها ازاي هنقسها ازاي على قدر اللي بيجيني من حضرتك انا اللي بيوصلي منك هدي اد بالزبط لو اديت اكتر انا كده بقدم مكاسب للطرف التاني على حساب خسائر انا ما بحصلش وبالتالي علاقة انا هنرجع للميزان الاولاني مكاسب وخسائر اختل الحب او العلاقات الانسانية هي بتعتمد على الاخذ والعطاء رايح جاي لو واحد بيدي اكتر يصبح الطرف التاني شايف ان ده حق مكتسب ليه طب ما انت بتدي من غير مطلب اه فما تجيش تطلب بقى مني حاجة انا مش مستعدة اديها او انا قريدي بحصل عليها من غير ما اتعب فيها فهو ده اللي بيعمل لي خلل فيه ميزان التوازن فيه او التوازن فيه العلاقات الانسانية مع الوقت واحد حاسس ان هو مستنزف بيقايد له سابع العشرة شمع زي ما بيقولوا والتاني عادي شايف ان ده شيء عادي مع الاخذ في الاعتبار انه طريقة التعبير عند الست غير الراجل ايوا بالزبط يعني الست دايما تحب تسمع كلام تحب يعني يبقى فيه هدايا كلام لطيف تحب تتكلم يعني الست دايما تحب تتكلم وتحب تعبر وتحب تتفنن في كلام الحب والمشاعة لكن الراجل بيستقبل بس يعني الراجل العكسر الراجل ما بيبقى الشاطر قوي في تعبير على المشاعة هو مش كلامانجي قوي يعني في نزل الا بقى الكلمانجي اللي هو دي شغلته ايوا دي شغلته وده مش عايزينه الراجل يحب الافعال اكتر يعني حب يبقى فيه تصرفات اكتر طيب ودايما الراجل يحسس البنت اللي هو ايه انا بحب الاحتواء انا حب تبينه مهتميه بكل تفاصيلي فلما البنت تبتدي ممكن تكون هي تقيلة بس لما هو يفضل يقولها انا بحب تهتمي بكل حاجة انت مسألتيش علي النهاردة ما شفتينيش كلت ولا لأ طب قصة انا خلاص الشغل وما سألتيش فتبتدي البنت تفتكر ان دي الطريقة اللي هو بيحبها فتبتدي تهتم بزيادة طب لما بتهتم بزيادة هو بينسحب او تحس ان هو هي بتدي اكتر طب احنا نعمل ايه ما بتديش حاجة انت مبتحصلش عليها في العلاقات ما تديش حاجة انت مبتحصلش عليها ولو انت شايف وده في حاجة مرعبة في العلاقات الانسانية كمان لو انت شايف ان الطرف التاني متمسك بيك بشكل مبلغ فيه رغم ان انت مبتديش حاجة في المقابل اخلع ليه بقى؟ لان ده مش حب ده بنسميه تعلق مرضي تعلق بقى اللي هو انا بحب ايمان فأنا بطريتها في كل كلمة كبيرة وصغيرة كل كلام الحب وكل تصرفات الحب وكل أفعال الحب في حين الإيمان يتعاملني عادي عندما تيجي تعاضي مع أصحابك وتقول لهم ده بيعمل وبيعمل يقول لك يا نفسينا في واحد زي ده أقول لك إخلاعي إهرابي ليه؟ ده تعلق مرضي عارفة ده لو قلت له أنا مش مكملة نرى نحن جرائم مؤخرا اللي قتل حبيبته واللي مش عارف قتلها هو ده ده التعلق المرضي ده مش حب هو متعلق بس لكن هو مش شايف هو شايف فيها الصورة اللي هو بيرسمها ممكن تكون صورة أمه مثلا اللي ماتت وهو صغير فأكد صورة حبيبة قديمة صورة حبيبة قديمة صورة مثالية هو رسمها في دماغه فده كلها ده مش حب احنا برضو عندنا مفهوم الحب يعني فيه عاك كتير لحقيقة صح مش واضح عند الشباب يعني الحب بوزت حاجات كتير جدا من بينها مفهوم الحب ومفهوم العلاقات ومفهوم الارتباط والأسرة والزواج كمان بالزبط جدا وكل ده محتاج أعادة هيكلة احنا هنعمل بقى لكل نقطة زي دي حلقة بس احنا هرجع تاني للأساس بتاع حلقة النهاردة انا فشلت في حياتي قبل كده أكتر من مرة طيب ده سؤال الحلقة ازاي اتخطى فشلي ده في العلاقة دلوقتي في حياتي اللي انا عايشها دلوقتي ازاي ما خليش العقد اللي جواي دي تأثر علي طيب اتخطى ازاي الافكار السودوية اللي في دماغي طيب اول حاجة لازم نعرف انه بانتهاء الموقف انتهت التجربة بس ما انتهتش كخبرة هي انتهت كافعال كتجربة خلصت وانتهت موقف وانتهت بس لازم ناخد الدروس المستفادة وما نعملش زي ما حاطرتك كنت بتقولي من شوية نبدأ اقارن اه انا كنت عملت كده المرة اللي فادت فانا في المرة جاي لا ده مش صح برضه يعني اقفل الصفحة اقفل الصفحة تماما كلها احنا ساعات بتخلص التجربة بس الشخص ازاي نفسه بيفضل عايش جوايه سنين لا لا دي كارسة يعني بافضل افكر فيه انا بشوف بنات انفصلت بقالها سنتين مثلا وليه عمالت فكر فيه واتبعوا واتدور عليه وطبط بمين وراح فين يبقى يا دي مش عايزة تخلص من التجربة يبقى يا دي مش عايزة تخلص من التجربة يعني هي اللي بتخلق مشكلة لنفسها يبقى رقم واحد عشان اتخطى اقفل الباب خلصت التجربة انفصلت خلص الموضوع بصاحبه بس واقفل الباب واقفل الباب والافضل كمان احنا دلوقتي حتى يعني فكرة انه النهايتي تبقى نهاية كويسة يعني مش لازم تبقى نهاية بمحاكم وبأضايا وبهدلة وبإهانات ما هي دلما النهايات دي بتبقى على حسب اخلاق الشخص احنا مش هنتكلم فيها عشان دي قصة كبيرة دي قصة كبيرة وبنقول حاوله قدر الامكان انه يبقى الموضوع بشيء يعني بشكل من اللطافة بحيث انه ما نسبش جراح اكتر يعني ما نسببش جراح ممتدة خلصت التجربة نقفل الباب ناخد فترة الفترة بقى الصحية من دكتور نفسي مفروض ااخد فترة قد ايه جاب ما بين الارتباط ده والارتباط ده ما بتتحسبش كده ما بتتحسبش بوقت مناسب بشخص مناسب لما يجي الشخص المناسب لما يجي الشخص المناسب لانه احيانا احنا بنطلع من نقرة نقرة ضحديرة ليه لان انا مستعجل عايز اعمل عملية ركافوري عايز اعمل كومنتزيشن عايز اعمل تعويض ده احنا نفسيتنا هي اللي بتوجهنا خلي بالك مش مش احنا اللي بنبقى مندفعين بشكل شعوري او ارادي ان انا عايز لا احنا من غير ما نحس نفسيتك بتحاول دايما تعمل عملية ركافوري يعني انا نفسيتي عايزة ترجع تتلقم مرة تانية او ترجع تستشفي مرة تانية من المصايب اللي انا مريت بيها من الكوارس اللي انا مريت بيها فبتشتغل او بيشتغل عندنا حاجة اسمها الانكونشوس مايند او العقل الباطن بتاعنا ووظفته ايه ووظفته ان الحاجات الكلاكيع اللي في حياتك يخلي النفسية تتأقلم بشكل ما باستخدام حاجة بنسميها حيال دفاعية انها ترجعك لمسألة او تقف على رجليك مرة تانية زي ايه مثلا زي ايه يعمل لك تبرير ام يعني مش اخر الدنيا يا سيدي ما مش انت الوحدك ما حوالك ناس كتير عالك الباطن فيبدأ يعمل او تبرير او مبررات وفيها ايه يعني ما اللي حصل حصل بيهون ايه بتقعد انت مع نفسك كده بيتهون مع نفسك في بعض الاحيان بيعمل كومبنسيشن تعويض يعني الكلاكيع دي كلها واحد يطلعها في رواية مثلا واحدة دخلت فيه علاقة توكسك تقوم كتبة رواية توكسك عن الناس التوكسك زي الفيديوهات اللي بنشوفها على السوشيال ميديا كل واحد عنده مشكلة بيطلع يقولها فوشينا ايه ودي كارسة برضو كاللي بالك بالزبط كده يعني الموضوع ده برضو كارسة كل دي الطاقات السلبية دي كل واحدة بتعيش تجربة اما تجربتها غير غيري اصلا فتطلع تقولي ايه واي تتجاوزي راجل طويل مثلا ايه واي تتجاوزي راجل اسم احمد يعني فيه بيديات طالعة كده على احمدات ايه واي تتجاوزي راجل ما عرفش يعنيه خضر عشان دايماً يعنيه الخضر يعني بيصدروا لنا حاجات غريبة اه اه ريد فلاكس اللي هي اه ريد فلاكس اللي هو لو تحس ان احنا فيه ايه تب انا في الاخر بقى تحس ان انت ايه تخايف تعمل اي حاجة في حياتك ما هو دي الكارسة برضو يعني انا نصيحة اخيرة يا دكتور خلاصة يعني النصيحة الاخيرة طبعاً او النصيحة اللي احنا بننصح بيها دايماً هي المسألة من البداية مش القصة بتاعتنا مش اننا ادخل في التجربة او او اوصل لمرحلة الخسارة دايماً فيه مثل يقولك خسارة قريبة ولا مكسب بعهيد انا هتعب نفسي لما اوصل للمكسب ليه الموضوع باين من اوله فالجواب بيبان من عنوانه دايماً ادوا نفسكوا فرصة في العلاقات في البداية خالص ما تستعجلش في الحكم على شخص قبل ست شهور ست شهور ست شهور من التفاعلات بينك وبين الطرف الثاني اللي بتديني مؤشر الى حد ما يعني اطار عمل الشخصية وحاول تختبر الشخص اللي معاك في مواقف مختلفة حتى بنقول للناس دايماً حتى المخطوبين دلوقتي سيقول لك انا خطيبي يعني ما عرفش شخصي ايه دايماً حلو دايماً كويس او خطيبتي دايماً كويس نقول له دايماً افتعل مشكلة بس مش المشكلة لتبوز العلاقة بزكاء او اعرض عليه مشكلة كأنها مشكلة صديق او صديقة وشوف هو هيفكر ازاي في الموقف او وجهة نظره في الموقف علشان تعرف الشخصية دي بتفكر ازاي او رايحة فين دايماً في المواقف او المواقف الشديدة المعدن الحقيقي للشخص بيبان طول ما انتو كويسين مش هتظهر اي مشاكل دايماً حط احتمالات التغير في الشخصية الانسانية جزء اساسي اي انسان هيتغير انت نفسك هتتغير مع الوقت فما تحكمش على شخص انه هو سابت ابداً بشكرك جداً يا دكتور علي وان شاء الله يبقالينا حلقات تانية كتير اولاً ان الحاجات النفسية الصغيرة دي بتفرق معانا كتير جداً يعني ممكن بس اعرف في الطريقة تلاقي الحياة اختلفت تماماً مشاعدينا خلصت حلقتنا بس انا عايز اقول لكل البنات وكل الستات الامارات حبيبي واخواتي اللي بعثونا مشاكلهم على صفحة البرنامج مفيش مشكلة ابداً 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 ان انت تقعي وتقفي وتقعي تاني وتقفي تاني فيش مشكلة ان اروح شغلي وفشلت فيه ورجعت وحزنتلي شوية هروح اقدم تاني في شغلانا تانية الارتباط كله مشاعر واحنا مشكلتنا يا بنات ان احنا بنعيش حياتنا بمشاعرنا حاولي حاولي توازني ما بين مشاعرك وما بين عقلك لو انت عرفتي لان مش كل الناس بتعرف لو عرفتي بجد وانت بنت زكية كده وشطرة توازني ما بين مشاعرك وعقلك هتبع حياتك انجح وهتبع حياتك واضحة اكتر ومش هتقعي بسهولة لكن كل اللي وقعوا قبل كده اللعب مش فيك اوعي تاخد ان اي حد سابق ولا حد خين ولا حد بخيل ولا حد لعب بمشاعرك ان اللعب فيك انت لا اللعب فيه هو لكن انت بنت امر ومشاعرك حلوة لان فيه بنات اتعقدت وبتدي تقول انا مش هحب تاني ومش هرتبط تاني انا مش عايزة اسمع الكلام ده يا ما كلنا وقعنا انا قاعدة وسطكو دلوقتي كده بعد وقعات كتير قوي عديت عليها وقعت وحزنت وكسرت وقمت وقعت تاني وقمت تاني وتالت ورابع لان احنا لازم نقوم يعني ما يفقش مشاعري هي اللي اتحرقني في حياتي كلها قومي واقفي على رجلك واعرفي مشاعرك مين هيطبطب عليها مين هيحترمك ويحترم مشاعرك مش يكسرك ويزل مشاعرك اختاري صح عشان حياتك تبقى احلى شوفكم الحلقة الجاي ان شاء الله اشتركوا في القناة